اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طب الاجتماع ده كان علشان ايه؟ الاجتماع كان بيشهد متابعة الخطط الجاري تنفذها نحن تعودنا من فخامة الرئيس ان الرئيس بيشتغل على الحاجة اللي بتشتغل بنتكلم على اللي بيشتغل ما بنروحش نقص شريط الافتتاح ونضح حجر الاساس وما عندناش حاجة احنا شغالين وبالمناسبة هو مش بس غازل المحل او من الروبيكي ده كان ايه؟ وغيره 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 وحدث ولا حرك بل حدث بمنتهى الفخر تحديث هو تطوير قطاع الصناعات النسجية في مصر طيب ازاي يا فندم؟ الرئيس قال يا جماعة انا عايز هذا التحديث يتضمن كل مراحل الانتاج يعني ايه فندم كل مراحل الانتاج لنا والله بدءا من الزراعة تجارة القطن محالج وا 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 وصول تطوير المحالج نفسها يعني المحالج القديمة طب دي بقت ميكانة وقليات وتكنولوجيا قديمة طور مصانع الغزل والنسيج طور بالاضافة لإيه بقى؟ التنسيق ما بين وزارة الإسكان وزارة قطاع الأعمال علشان نقدر نعمل عملية استغلال أمثل لكافة الأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية طب هنستغلها الاستغلال أمثل يعني ايه استغلال استغلال أمثل للصالح العام للصالح العام الرئيس أكد خلال هذا الاجتماع ليراه العبد الضعيف إلى ربه والفقير إلى ربه أنه اجتماع عظيم وهقولك بعد شوية ليه عظيم الرئيس واجه في الاجتماع ده للاستفادة المسلم من الأصول المملوكة للدولة خد بالك الاستفادة حتى لا يؤول الكلام ويوضع في غير مواضعه علشان نقدر نواكب التطورات العالمية الحديثة في مجال الصناعة في مجالات التسويق في الإدارة نفسها لهذه المنشآت ده يحصل بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة بحيث أننا أعظم قيمة الموارد الوطنية بتاعتنا في بلدنا ونسهم بشكل إيجابي وفعال في دفع التنمية الشاملة